تحديث جديد من اليوتيوب سيظهر عندك قريبا جدا في قناتك هنتعرف عليه في هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واربكم بخير وسعادة دايما اهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب اليوتيوب سيظهر في قناتنا تحديث جديد قريبا جدا هنتعرف عليه مع بعض في هذا الفيديو شاهد معي من البداية للنهاية خلينا نتعرف الاول على قبل التحديث وبعدين بعد التحديث لو انت فاتح كده تطبيق اليوتيوب وبعدين عايز تعمل فيديو قصير بتبدأ ان انت تضغط هنا على علامة الزائد اللي موجودة قدامك دي احنا بنتكلم عن إنشاء فيديو قصير ركز معاي قدامك خيارين ياما ان انت تضغط على الاحمر ده وتبدأ ان انت تسجل فيديو قصير ممكن تغير طبعا الوقت من هنا 60 ثانية او 15 ثانية او ان انت تعمل اضافة وتختار فيديو من عندك انت مسجله بالطول وجاهز على موبايلك خلينا ان احنا مثلا نضغط على الاحمر ده كده ونسجل فيديو قصير نفترض ان احنا خلاص خلصنا تسجيل هلبدأ نضغط هنا كده بحيث ان هو يتوقف كده احنا عملنا فيديو قصير وعندك هنا بعض الاعدادات تقدر ان انت تغير فيها بنضغط على علامة الصحي دي كده عندك هنا تقدر تعمل نص فيها عندك هنا فلاتل واشياء تمام وسؤال بتقدر ان انت تلعب في الاعدادات دي براحتك بعد كده بنضغط على التالي بيظهر قدما كنا بقى التفاصيل ان انت تعمل مستوى العرض وغير مخصص للاطفال وكل التفاصيل الخاصة بالفيديو القصير زي الفيديو الطويل بالضبط وتحط عنوان للفيديو عندك هنا لو انت حابب ان انت تغير الصورة المصغرة الموجودة على الفيديو طبعا هو حطي لك هنا خطلقت صورة كده من الفيديو وحطها لك هنا على الفيديو القصير انا حابب ان انا اغيرها ابدأ ان انا اضغط هنا على الالم ده ده والفيديو بيترفع خلي بالك معايا ده كله والفيديو بيترفع اقدر ان انا اختار اي صورة من هنا بالشكل ده كده واضغط على تم وابدأ ان انا اكمل كده انا ده الوضع القديم اللي هو يعني مفيش تحديث ولا شي ده الوضع ده الموجود حاليا عندك وانت بترفع الفيديو تقدر ان انت تغير الصورة من داخل ايه الاعدادات زي ما انت شايف كده ولو انت عندك فيديو انت مسجله قبل كده وجاهز عندك وعايز ترفعه كفيديو قصير بتبدأ تضغط على الزائد دي كده وبتبدأ ان انت تجيبها طبعا هنا على اللي هو الشورتس او الفيديوات القصيرة وبتضغط هنا على اضافة وبتبدأ تختار الفيديو اللي انت مسجله مسبقا اللي هو جاهز عندك بيكون معاك الفيديو بالشكل ده كده بتبدأ ان انت طبعا هنا تختار اللي هو الوقت من فوق وتبدأ ان انت تضغط على التالي وتكمل بيعمل معالجة وبيبدأ ان هو يكمل بعد كده بضغط هنا على اللي هو صح وابدأ ان انا كمل بعد كده بضغط هنا لو انا عايز طبعا احط نص هنا قدر احط نص قدر ان انا اعمل فلتر تمام كده بعد كده بضغط على التالي بعد كده لو انا عايز اغير الصورة المسغرة اللي ظهر على الفيديو القصير اضغط هنا على الالم كده اللي هو التعديل ده وابدأ ان اختار صورة من هنا زي ما انتم شايفين كده اي صورة ممكن مثلا اختار الصورة دي صح كده ده النظام القديم اللي هو قبل التحديث اللي هو اثناء رفع الفيديو القصير بابدأ ان انا اقدر ان انا اغير الصورة المساغرة بهذا الشكل طيب لو انا عندي فيديو قصير فيديو شورت ومرفوع على قناتي وانا عايز ان انا ادخل اغير الصورة المساغرة خلينا كده نجرب مع بعض افتح كده قناتك بهذا الشكل واضغط هنا على ادارة الفيديوهات وبعد كده اختار هنا اللي هو الشورتس الفيديوهات القصيرة وبعد كده تعال هنا على اي فيديو قصير انت رفعه قبل كده واضغط على النقاط اللي جنبه هايه لك هنا يقول لك تعديل خلينا نضغط على تعديل أجد إن المسموح هنا هو إيه? هو التفاصيل بتاعة الفيديو ولكن ما أقدرش إن أنا أغير الصورة المسغرة اللي على الفيديو القصير يعني لازم أغيرها وأنا برفع التحديج الجديد هو إن اليوتيوب هيخلي هنا تعديل على الصورة المسغرة يعني تعديل للتفاصيل زي ماissimo شاهد كده زي الأديم وكمان اللي هو هيظهر هنا كده على الصورة كده تعديل تمام كده إن انت تقدر تغير الصورة المسغرة وكمان بيحط لك بقى تيكست نص وكمان فلتر يعني بتبدأ ان انت تغير في الصورة المصغرة وتختارها زي ما كنت بتعمل بالضبط كده أثناء رفع الفيديو التحديث الجديد ده هيظهر عندك في قناتك قريب جدا ولو كان ظهر عندك دلوقتي اكتب لي في تعليقات هذا الفيديو وتأكد من انت عامل تحديث لتطبيق اليوتيوب من المتجر طيب انا ايه مصدري في هذا الكلام؟ مصدري في هذا الكلام خلينا نشوف مع بعض المصدر في هذا الكلام هو قناة كرييتر انسايدر هي خناه ليست رسمية من اليوتيوب ولكن القناة دي بتجيب التحديثات الجديدة قبل ما تطلع اصلا والناس تعرفها اعلنوا على قناتهم الرسمية ان تقدر ان انت تغير الصورة المصغرة على الفيديو القصير وتقدر ان انت تضيف عليها نص او ان انت تغيرها وتضيف عليها فيلتر وحتى كمان مثبتين تعليق عندهم ان ده تحديث هيطلع قريب جدا جدا طبعا هتقدر ان انت تختار صورة مسغرة من الفيديو نفسه يعني تاخد لقطة من الفيديو وتضيف عليها نص وتضيف عليها فيلتر ويعني تقدر ان انت تختار من داخل الفيديو طيب انت عايز بقى تضيف صورة مسغرة مخصصة للفيديو القصير عايز اعمل صورة مسغرة زي ما بعملها الفيديو الطويل بالضبط بان انا صممها وابدأ ان انا استخدمها على الفيديو القصير بمزاجي كده بقى وعمل فيها حركات واشياء علشان تزود تزبط النقر للزهور هتلاقي في فيديو يظهر معك دلوقتي في شاشة النهاية لو انت كملت معايا شاهد الفيديو ده واضحت فيه ازاي تعمل صورة مخصصة للفيديو القصير صورة مسغرة مخصصة بطريقة سهلة جدا جدا الفيديو يظهر معك في شاشة النهاية ويكون معاك في اول التعليق المثبت تحت الفيديو وصف الفيديو في النهاية اتمنى لكم التفاق والسعادة واهم الفيديوهات بسيبها لك في وصف الفيديو في التعليق المثبت ولولي رأيكم في التحديث الجديد ده في تعليقات هذا الفيديو مع السلامة